والآن نطرح الفكرة الثانية التي نجدها في بعض كلام هؤلاء الملحدين أن العالم وجد بالصدفة طبعا إحنا برضو خلينا نمشي مع البدائه والمسلمات الفطرية البديهية التي لا يختلف عليها اثنان لأننا إذا واجهنا ملحدا أو أي من المجادلين وجادل في البديهة في الشيء البديه الفطري البسيط الذي يعني هو مسلم بطبيعته وجادل فيه فهذا المجادل إحنا بنسميه مجادل بالباطل بنسميه جاحد مكابر وبالتالي هذا المكابر كما قال علماؤنا لا يتكلموا معه يعني ما فيش منه فايدة يعني ما تتكلمش معاه فلما يجي لك واحد يقول لك مثلا مثلا أنه ممكن ألاقي آثار أقدام ولا أستدل بهذه الآثار على أن هناك من سار في هذا الطريق لو أنكر أن الآثار الأقدام تدل على من مشى خلاص يبقى دا إنسان بينكر البديهة ومن أنكر البديهة وجادل فيها يبقى ليس هناك فائدة من الكلاب معه إنما لو مش معك في البدائي خلاص إحنا هنوصله من خلال البدائي وهذه الأمور الفطرية البسيطة إلى الإيمان بوجود الله تعالى تعالى نتكلم عن الصدفة التي يطرحها على أنها تفسر وتعلل وتبين وجود هذا العالم وجدها بالصدفة ونسأل سؤاله هل الصدفة توجد شيئا منظما؟ إذا كانت الصدفة توجد شيئا منظما فإن المكتبة اللي أنا دخلتها ووجدت أنها أرفف وأنها مرصوصة على حسب العلوم وأن هناك مقاعد للجلوس وأن هناك إضاءة وأن هناك إلى غير ذلك من الأمور المهيئة لكي يقرأ القارئ في المكتبة هقول إذن هذه المكتبة وجدت بالصدفة والأرفف دي رصت نفسها كده والمقاعد دي عملت نفسها والكتب ستفت نفسها على حسب العلوم بالصدفة طبعا لو أنا داخل مع الملحد هذه المكتبة وقلت له المكتبة دي وجدت بالصدفة هيتهمني بالجنوب فكيف يعني ينكر أو يرفض قاعدة يطبقها على العالم كله ثم لا يطبقها على ما بين يدينا من أشياء الصدفة لا توجد شيئا منظما على الإطلاق وأنا دايما أمثل بهذا المثال وعلى فكرة فيه أمثلة كثيرة خد نأتي إليها بعد ذلك إن شاء الله لو أنا جبت يعني عقد فيه لقالق ودرر وفيه يعني مكونات العقد مختلاف ألوانها وأشكالها وقصة الحبل بتاعه ويعني نحكشت هذه اللقالق والدرر وحبيت إن أنا أرمي الحب على الترابيزة بحيث بالصدفة كل حبة تترس جنب أختها كده وتعمل لي عقد منظم لو أنا عملت كده هيحصل طبعا يستحيل ولو رمتها مليارات المليارات من المرات لا يمكن هيتكون العقد بهذا الشكل المنظم بالصدفة أمثلة كثيرة جدا تقدر توصل من خلالها إلى بطلان القول بالصدفة الصدفة قد توجد أشياء وجدت بالصدفة لكنها لن تكون لا منظمة ولا متقنة ولا محققة لغاية وهدف فالصدفة تأتي بالأشياء العشوائية التي ليس لها غاية وليس لها هدف إنما أن يكون الشيء من الزمن ومتقنا ودقيقا ويكون له هدف فهذا يستحيل عقلا أن تكون الصدفة هي التي أوجدته أنا أجيب لك مثال أيضا من عالم ملحد عالم طبيعة يعني مش عالم دين وهو من الملحدين اللي هو ستيفن هوكينج عالم بريطاني اللي هو المعاقدة هجيب لك حقيقة علمية هو بيقولها في كتاب له اسمه موجس تاريخ الزمن هجيب لك حقيقة علمية وقل لي كيف توجد هذه الحقيقة بالصدفة على الفكرة إحنا عندنا عشرات المئات من الأمثلة على هذا الكلام الذي أذكره على هذه الحقيقة التي أذكرها أن الكون الذي نحن فيه مكوناته مخلوقة ومركبة بميزان بميزان في غاية الدقة والإبهار سماه العلماء المعايرة الدقيقة المعايرة الدقيقة المعايرة الدقيقة يا أخوانا لمعاير حاجة بالثانية بعض الأجهزة يمكن أن يتم المعيار فيها بجزء من الثاني كيف أقول أن الجهاز ضبط نفسه بالصدفة؟ هذا يستحيل وبالتالي هناك عشرات الأمثلة التي تخضع تحت هذا القانون قانون المعايرة الدقيقة في الكون ليه أنا أقول المعايرة الدقيقة؟ لأنه إذا ثبت لدينا أن المعايرة في الكون يعني تركيب المخلوقات ووضعها في ميزان محكم في غاية الدقة بحيث إذا اختلفت يعني أدنى اختلاف يختل الكون فإن الصدفة فالقعدة التي نستنبطها من هذا أن الصدفة لا يمكن أن توجد موجوداً على هذا النحو من الدقة في التركيب وبالتالي هذه الفكرة فكرة المعايرة الدقيقة تبطل الترح الذي يقدمه بعض الملحدين من أن الكون وجد بالصدفة يقول ستيفن هوكينج إن سرعة توسع الكون طبعاً ده مثال إحنا لما نمسك الكلام عما هو موجود في الزرة والنواة في الإلكترونات والبريتونات والنيترونات في الزرة اللي هو أصغر الأجسام المرئية ونتكلم عن أكبر الأجسام المرئية في الفلك في الأفلاك العليا وما بينهما عشرات مئات الأمثلة وإحنا طبعاً هنجيبها بعد كده إن شاء الله عندما نتوسع في هذا الدليل بس أنا عايز أجيب لقطة تبين لي أن فكرة الصدفة دي فكرة لا يمكن اعتمادها في تفسير وجود العالم الذي نراه على ما هو عليه من إتقاد على الإطلاق فبيقول إن سرعة توسع الكون حرجة جداً إلى درجة أنها لو كانت في الثانية الأولى من ظهور الكون أقل من جزء من مليون بتكلم عن سرعة عن سرعة توسع الكون بقول هذه السرعة لو كانت في أول درجة في أول لحظة خلق فيها الكون الثانية الأولى من ظهور الكون هذه السرعة سرعة التوسع أقل من جزء من مليون من مليار جزء أقل من جزء من مليون في مليار جزء لنهار الكون حول نفسه قبل أن يصل إلى وضعه الحالي يعني أنها لم يكن أبداً للكون أن يصل إلى حالة الاجتمال التي التي هي عليه الآن شوف لو اختلت سرعة الكون كان يعني كتلة وانفجر هذا الانفجار عمل توسع بسرعة معينة هذه السرعة لو كانت أقل في سرعة التوسع من جزء من مليون في مليار جزء يعني شوف واحد وقدامه كم صفر لنهار الكون حول نفسه قبل أن يصل إلى وضعه الحالي الكلام ده أخوانا يقوله ملحد مش هقولك واحد زي حالتنا كده عايزوا برهن على وجود الله وبالتالي الكلام الذي هو على هذا النمط لما تلاقيه في أي كتاب والكتب كثيرة وهذا الكلام كثير جدا تحط إيدك على فكرة المعايرة الدقيقة وتقول إن هذه الفكرة التي تسمى بالمعايرة الدقيقة هي التي تبطل قضية الصدفة التي يقول بها الملحدون على قعدة أن الصدفة لا يمكن أن تأتي بشيء دقيق منظم له غاية فإذا كان الكون دقيق على نحو ما رأينا من الدق منظم على نحو ما رأينا من التنظيم له غاية على نحو ما نرى من الغايات التي يحققها الكون فإنه قطعا لا يمكن أن يكون كون بهذه الخصائص موجودا على أساس الصدفة هذا هو ما يقوله العقل بالبساطة والبداهة والوضوح فإن خالف فيها أحد زي ما أنا قلت لك من شوية فهذا مكابر ومعاند فهو إذا ألقى العقد على الترابيز عشان يعمل عقد منظم يفشل تماماً لو لماء مليارات المرات ومجرد عقد يعني يعني حاجة بالنسبة للي في الكون لا تذكر ثم يقول إن الكون مرة واحدة وجد بالصدفة على هذا النحو من النظام فهذا صاحب عقل مختل أو ضمير ملوس أو غرض المكابرة والجحود والمعاندة كما ذكرنا من قبل وهذا لا يجوز أن نتكلم معه أصلاً شكراً